هذا وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقرة قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة رسمية بدعوة من أخيه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل خليفة وكان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمطار حمد الدولية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة وعدد من كبار المسؤولين بالدولة الشقيقة كما جرت لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مراسل مستقبال رسمية حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني للمملكة والسلام الوطني لدولة قطر ثم تفقد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرس الشرف الذي اصطف لتحية سموه وقد أدل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدى وصوله دولة قطر الشقيقة بالتصريح التالي يسعدنا أن نقوم بهذه الزيارة الرسمية إلى دولة قطر الشقيقة تلبية لدعوة من أخينا صاحب السمو الأمير الولد الشيخ حمد بن خليفة الثاني ونلتقي فيها بأخينا صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وهما يبعث على الاعتزاز لما يربط بين بلدين من أواصر محبة وروابط تقوم على أسس ومقومات مشتركة تاريخية واجتماعية وجغرافية تسندها الروابط الخليجية والعربية والإسلامية ونحن نقوم بهذه الزيارة الرسمية فإننا نراها فرصة للاطلاع على مظاهر النهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر الشقيقة والتي بدأت في عهد صاحب السمو الأمير الأب خليفة بن حمد الثاني طيب الله ثراه وواصل المسيرة من بعده صاحب السمو الأمير الولد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي جعل دولة قطر محط أنظار واهتمام عالمي واستمر التطور والبناء فيها بعهد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة حيث أصبحت دولة قطر رمزا من رموز التطور والتنمية في دول مجلس التعاون والمنطقة إننا نرى أن التواصل المباشر بين القادة والمسؤولين في دول مجلس التعاون الشقيقة قد أصبح ضرورة حتمية بعد أن باتت المنطقة محاطة بالتحديات الخطيرة سياسيا واقتصادية وأمنيا فمثل هذا التواصل يعزز الموقف المشترك ويوحد الرؤى في مجابات هذه التحديات بشكل أكثر فعالية فما أحوجنا اليوم لتكثيف اللقاءات وزيادة التنسيق بيننا للحفاظ على أمن واستقرار وتطور هذه المنطقة الحيوية من العالم والاتفاق على رؤى وتوجهات مشتركة تضمن ديمومة التنمية وتعزز التكامل الثنائية والجماعية على الصعيدين الخليجي والعربي ونحن في دول مجلس التعاون لدينا قلقاعدة راسخة للعمل الخليجي المشترك اقتصاديا وأمنيا وتنمويا وهو ما يساعد على توحيد الجهود للتعامل مع المستجدات وتطورات الإقليمية والعالمية وتطويعها والموارد المتاحة لدينا قدر الإمكان من أجل خدمة التنمية الخليجية وتحقيق الرخاء وتكريس الاستقرار لدول المجلس وشعوبها